ونبدأ ناخد تليفونات ومعنا أول تليفون أم رقية أهلا وسهلا لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ أسمت سؤيل أهلا بك يا حبيبة قلبي تفضلي سؤيلك هل الشيخ معاك الحمد لله تفضلي يا فندم سمعك تفضلي أيوة يا فندم تفضلي أنا أستطت حضرتك جايت شوية سمعك سمعك يا فندم تفضلي وابقى أسمع حضرتك اللي جاب أنا حماية يعني ايه تعبت صوية في المعيشة هو أسلوبه صعب شوية والسلوبه جديد شوية أنا أصلا حماية قالت لي أن أنا أكلم حضرتك أسألك أنه هو بيوضع جنابك ممكن يوضع أربع بيان عايز لا أنا مستمع ممكن تعلي الصوت بس شوية حماية قالت لها تتصل تسألك على حماية أنه هو أسلوبه صعب شوية مع حماية آه تمام فإن هو بيعد آه مش بيعد بالأيام على جنابه آه كتير آه ما عندوش مشكلة لأنه أصلا مش بيصلي وبيعلي في فرمضان اللي نورده مرحش خالص ما بيصومش في فرمضان ومش بيصال آه أسلوبه جديد جدا مع عايز آه أسلوبه جديد مع عايز لما بيحصل مشكلة مع عايزنا دايما يخليني أنا مثلا طرف المسطلة ويخليني أسلوبه يصالوا أنز أنا أقوله ما تبعش تقص علي بسي وان صوتك بيقطع بتقولي دايما في المشاكل بيدخلك انت في المشاكل؟ دايما بيدخلني يعني مدناني مثلا ألي سلمة أنا بقولها ويضع المنزة ويدخلني أنا ويضع المنزة وانت لدي أقوله ما تقصلك علينا وما تبعلك بيدخلها في المشاكل بأفت وانت بعمل كده اللي اللي له عشان هو ربي كبير كده هو عنده كم سنة؟ عنده كم سنة؟ عنده أربعة وستين سنة يعني مش كبير قوي لكنه هو كويس ومسحيه يعني هو كويس بس هو على الحال ده من زمان؟ يعني مسألت عدم الصيام وعدم الصلاة من زمان؟ آآ آآ من الحماتي بتقولي من زمان جدا كمان هو كان بيعمل حاجات محرامة مفقيتها بس لبقى هارفك بتشوف غنيها وما كانت بتتسلم ايه؟ كانت بتعرف ان هو بيعمل حاجات تحرام بس كانت ما بتتكلمش كانت بتوسقى مع ده وكانت عايشة عشان قيالها وكده هو ما بيصليش حتى الجمعة؟ لا ولا جمعة ولا اي حاجة خالص ولا بيصوم رأي يوم في رمضان خالص؟ لا وممكن لو في مشكلة وانا ما سوع ممكن بيصوم اول يوم ايه؟ طول يوم بس طول يوم رمضان فقط بيصوم اول يوم رمضان؟ بس بس وبيقولك دلوقات هو عشان راجل كبير دلوقات عشان كبر بقى فبيقول عشان راجل كبير بس طول عمر بيعمل كده هو بيقول كده لكن هو مش حبيب مش حبيب طبعا يعني هو وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه وانا ارى ان الاهل اصلا بيعمل اساسي في مسألة تقويم الاولاد وتعويدهم لمسألة الصلاة يعني قضية ان انا عندي ابن وما بقوله صلي واحثه على الصلاة دي مشكلة كبيرة جدا جدا واحنا كنا بنتكلم دايما عن الاية اللي هو قوة انفسكم واهليكم نارى يعني علموهم وقدبوهم الخير لان الانسان مسؤول دايما عن ابنه ماذا علمه وماذا قدبه فده الاصل وعشان كده الناس تسأل طب هو كبير بقى هو فاهم ومشاء الله عنده عقل وما الى ذلك فاصبح مكلف طيب مكلف عنده عقل وبالتالي فالله عز وجل عنده شوية اركان كده لابد ان يقوم بها زي الصلاة زي الصيام واحنا بنقول يا جماعة الانسان ولما نيجي خلينا نتكلم كده ان مسألة تارك الصلاة ده خلاف بين الفقهاء اصلا طب هو تركها جحودا يبقى اخذ استمارة ستة وطلع طب هو ترك الصيام جحودا يعني فيش حاجة اسمها الصيام اصلا فيش حاجة اسمها الصلاة فده اخذ استمارة وطلع من الدين طيب والله ده كسلا الجمهور بقوله ده فاسق بعض اهل العلم لا ده بيدي له برضو استمارة ستة فالانسان اصلا هو على خطر عظيم طيب ما سلككم في سقر لما نشوف حتى الايات يا اخواننا ما سلككم في سقر اول حاجة قالوا ايه قالوا لم نكن من المصلين يعني اشكالية كبيرة جدا اللي انت اول حاجة تسأل عنها يوم القيامة انت لا تفعلها اصلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين العبد بين الرجل والكفر والشرك تركوا الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فاحنا لين دخل نفسينا في الخلافيات دي اصلا بين الفقهاء طيب الحاجة التانية ده هو 64-65 لا ده مش للدرجة اللي هو يعني الرجل الكبير اللي احنا بنقول ممكن ربما يعني لا زال عقله او حاجة لا ده هو زي ما انتوا بتقولوا عنده عقل وما الى ذلك وبعدين بيبقى فاهم كويس وبدخل الناس وبيعمل مشاكل وشديد مع الناس طيب انت رجل برة ورجل جوه انت يعني المنحنة بتاعك بينزل فماذا تنتظرش احنا بننتظر ايه اللي يجي الموت بغتة طيب خلاص القبر صندوق العمل واول حاجة تسأل عنها يوم القيامة الصلاة طب لو الصلاة دي صلحت صلح سائر العمل طب لو فسدت كل حاجة خلاص ما انت اللي هي الركن الاساسي ده اللي هو الصلاة انت دلوقتي بتضيع اركان الاسلام حاجة التانية والمهمة جدا ده كمان بيبقى على جنابة ومسألة الجنابة دي مسألة خطيرة جدا 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 لا نعود بالايام دي طب بتعود بالايام يعني لا سبحان الله لا بتصلي واحنا قلنا الكلام ده ولا بيقرأ قرآن طب وليه يعني احنا ليه نبقى على الحال ده طيب الست تعمل ايه بقى انا ارى ان هذه المرأة تجتنب زوجها مدام لا يؤدي شرع الله عز وجل لا بيؤدي لصلاة ولا بيؤدي صوب يا مولانا مش حرام عليها لا مش حرام عليها مش حرام عليها وتتجنب هذا اللي ايه هذا الرجل بني هدي ج behaving lieutenant البحي اللي اخبرنا